دلوقتي أول حاجة بين التمثيل والإخراج والغنى لقينا نفسنا فين أكتر؟ الإخراج صعب شوية الغنى حبيته قوي عشان بيطلع نيجاتيب انرجي وحاجة أنت عايزة تقوليها فبتقوليها بصوت عالي حلو قوي في البداية بتدينا إخراج والإخراج طبعاً بعدين تمثيل بقالك خمسة ما كنتش عايزة أمثل يا سارة طب جايزة ومخدوني سحبوني يعني ابتدت الفرص تيجي من بعد الإخراج لا هي ابتدت من قبله بس أنا ما كنتش بفكر أصلاً فكرتي بعد ما ابتدتي إخراج عشان كان في ناس معينة كده قالوا لي سيب فيه دور حلو قوي فعجبني قلت طيب جربي جربت وطلع حل طب بعدين ابتدت أطلب في شغل فابتدت أختار الأدوار حسيت يعني ممكن تعملي دور ما يبقاش دور كبير قوي ولكن دور مؤثر قوي في الخط بتاع الدراما ما هو ده لازم يبقى مؤثر درامية أدخل أعمل حاجة صحيح يعني ما اعتمتتش على شكلك دايماً نتشوف أنه مزة لبنانية لا رفضت جالي قبل كمان معك ناصيبي واسمتك كتير عروض لأمردتش المزة اللبنانية عشان بتمثلي أنت في كلماتيك أيوة أنا إذا تجوهر أنا مخرجة طبعاً طبعاً طبعاً